لو أنك ربنا سمعنا ما أنا عايزين نقف بقى عند اللي حصل معاك أنت الأول قبل ما نتكلم عنه يعني عايزين نتكلم عن نجاحك أنت قبل ما نتكلم عن نجاح الحاملة تعال كده للي من الناس ما كانش حاضرنا في القعدة الأولانية اللي قعدناها من سنة ونص واللي عرفنا من خلالها في ذلك الوقت أن أنت من أول ما عرفت الخبر أن أنت مصاب بالسرطان فأنت قررت أن أنت تتحدى المرض بالرياضة ما تيجي نعرف الناس ده حصل إزاي يعني هو أنا جالي طبعا فشد نخاء العظمي وأخطر من السرطان وأخطر مرحلة بتحصل في السرطان في 2007 وده في المخاء العظمي أه فشد نخاء العظمي وأخطر من السرطان طبعا أنه أطلع مباشر عن نخاء متمرع غير الجراعات الكمي conclude فдه أخطر مرحلة يعني أن السرطان فيه رياضين رجعوا منه حتى الرجعوا منه هما 3 لعباء السيدات في التنس رجعوا منه تقريبا وكانوا تو ب100 يعني كانوا من أفضل 100 في العالم لما رجعوا يعني كانوا قبل ما يصابوا كانوا جوى المية أصلا لما رجعوا ما قديروش يستمروا من كتر حجم الإصابات اللي بتحسن وده كان مدة العكسة الشهر أو سنة تقريبا ما فيش حد استمره أنا عاد سبع سنين فبالتالي نسبة الرجوع تكاد تكون سفر يعني أنا لم فات حد دولي السرطان لما كتبوا على صفحتهم وده أكبر حاجة في السرطان الرياضي الوحيد في العالم زي قولي قتليت عشان ما فيش حد رجع لأي نوع من الرياضة بعد زراعة النخاء العظمي من متبرنعة أي شخص بيصاب بالسرطان غالبا ما بيتعامل مع الموضوع على اعتبر أنه هو ده النهاية أو هي ده النهاية في حالة لك أنت الوضع كان معكوس أنت اتعاملت مع الموضوع ده على اعتبر أنه هو بداية لحاجات حلوة كتير كلها اتحققت الحمد لله الحمد لله فالرحلة دي كنت تماشي فيها ازاي وكنت بتمارس الرياضة وبتلعب تنس وبتاخد بطولات ازاي العكس أنا كنت بتمرن بحاول اتمرن كتير ببنجحش في أي محاولات كتير لحد إصابات اللي بيحصل يعني عدت أول سبعة ستين برجع فيهم لما حصل فشل في النخاء العظمي والعملية عملت حصل مشاكل بعد كده ترد عكسي مزمن ترد عكسي مزمن يعني الجسم حارب النخاء والنخاء حارب الجسم فبالتالي حصل مشاكل في الجهاز الهضمي مشاكل في الكبد طبع التدمير في الجهاز الهضمي بشكل كبير مشاكل في الكلا الجلد بدأ يتأثر في السنة الثالثة حصل غرغرينة في إيدي كان فرود يحصل بطر ودكتور حصل كامل تدخل ومحصلش ومعجزة برضو ان غرغرينة يعني بطر ده محصلش معاي غرغرينة ضغير جدا بس الحصل كورتيزون سبعة سنين يعني وزنة 140 كيلو يعني هشهشة في العظم فيش عضلات حجم إصابات غير عادي بيحصل بعد أربع سنين يعني عشان تتمرن خمس دات محتاج علىك طبيعي بشكل كبير جدا وممفعل شو يحصل كمان فكلها حاجات مستحيلة سبعة سنين بتحاول ترجع لغاية ما بتيجي في 2014 بعد سبعة سنين يبتدي الجسم من خمس دات تدريب بعد سنتين توصل ثلاث ساعات تدريب 2015 بلعب بطولات محلية 2016 بلعب بطولات دولية من 2016 وغاية 2019 عملت تصاب طول الوقت حتى رأيت نهاردة طولها تعملت تصاب إن الجسم فيه أماكن ضعفت أو فيه أماكن الجسم لسه كورتيزون طبعا ومع ذلك لسه بلعب ومع ذلك في 2019 رجلت تدخلوا تصنين في العالم تاني لكون الرياضة بحيث في العالم العمل ده وليس أدري لعب تاني أنت وقتها كامتن أنور يعني حبيت تمارس طبيعتك ولا كان قرار أن أنت عايز تتحدى بالرياضة أي عوائق أنت بتخوض فيها هو الأمل يعني معنا صح العالم التطبية لما تخش عن نت كان بتدور أن فيه حد رجع لرياضة تانية ما بتلاقيش حد رجع فده بيسبب إحباط أن الطبيا علميا رياضيا مش هينفع فكان الأمل اللي بيقول لك طب انت ليه ما تبقاش انت يعني ليه ما تكسرش القاعدة دي وقتها النهاردة رياضة تخش تخيالت وقتها في نفسك أن أنت عندك القدرة على كسر القاعدة دي القاعدة بتكتشغل بالمحاولات الكثير والممارسة البطولات الكثيرة والمحاولات ما مكتل النتيجة إيه بس القاعدة أنا ربنا سبحانه عليك أن بيهيئني نفسيا أنا عارف ما بيخليك تمر تتيتين سمتأخر تمر بمراحل خسار مش قليلة فقدر بيهيئك نفسيا أن أنت بتواجه مش بتهرب على طول بتحاول القدرة على المواجهة ما هيش خاصية موجودة عند كل الناس لأن فيه ناس للأسف بتكون يعني من غير حاجة انهزامية ما بالك وهم عندهم حاجة أو مصابين بمرض وخصوصا لو كان مرض عضال من الصنف ده ففكرة التحدي والمواجهة مش كل الأشخاص عندهم القدرة كل الأشخاص لو استخدموا القدرة ربنا ديها لهم بس ربنا داني حاجات أو قراني حاجات يعني ما أنا أصح لما يحصل غرغرينة وتخف فدي معجزة لما تعد سبعة سنين مرض وترجع فبقيت عارف أن أنا مهما هطول هنجح في الآخر أن عدت سبعة سنين سبعة سنين ده أطول مدة سرطان ممكن أي حد يمر أنا ما جريش سرطان فشل في مقال العظم هو أخطر من سرطان ونفس البروتوكول العلاجي ونفس البروتوكول العليقات ونفس البروتوكول العلاجي السبعة سنين علاج فبالتالي أنا تعودت أنا كنت مهيئة نفسيا أن مهما هطول في الآخر هينتي بالنجاح بس لازم أفضل أحاول وكان عندك اليقيم بذا أنا نجحت في السبعة سنين في الآخر في الآخر بيت رياضي في العالة ما كنت تبعها طبيا رياضيا صحيا ما يفعل ما يحصل يعني النهاردة لما كنت الحملة تعملت لو بدخل وقرقيت في الحملة مين دخل فيه الحمل دي سنة بس بي الحمل دي عزينا أطعية الوحدة أنا أتكلم عن الجهات الطبية الكبيرة في العالم دخلت ليه؟ أنه في نظرها قد صد حاجة ما حصلتش طبيا في العالم فبالنسبة لهم إحنا معاك عشان أنت واحد في العالم فإنت الأمل الحقيقي اللي ممكن يخلي أي مريض سرطان يشوفك يصدق أنه يخف إن هي العلاج السرطان جزء كبير منه حانة نفسية طبعا والحملة شعال برض ما توجهتش للسرطان بس عشان الأمل هو الأساس في الحقيقة الأمل لأي حاجة عشان كده أنا مخيرتاش بالسرطان يعني مهما الدنيا تبدو سودة دايما في أمل تحكم تخيل سبع سنين يعني مهما كنت متحاوت بإحباطات وأوجه يأس مختلفة دايما في أمل وفاكرة الإنسان طبيعي أنا ساعتكت بحس أنا فعلا مش هنجح أنا فعلا مش أخيف يعني الإنسان طبيعي لازم يمر بحظات دعامه ده طبيعي طبيعي لأن الإنسان يشك هو صح أو غلط بس الصحي بعدنا ما يخليه جديه يتملك منه لازم أني مفيش حاجة هتغير غير من الإنسان يشتغل أو يحاول مفيش حاجة هتغير غير من الإنسان يفضل يحاول صحيح لو قاعد دعاية مئة سنة قدام مش هتجيب نتيجة صحيح